بسم الله الرحمن الرحيم متابعين الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إبراهيم كرجل يقول أتدرون ما هو أخطر من التجسس على تركيا إنهم رجال لا يساوون سوى بضعة دولارات كم عدد نماذج متين غرقان لدى علي بابجان لمعرفة ما جاء على لسان رجل قريب من دوائر صنع القرار بأنقرة في ظل هجمة جاسوسية تستهدف تركيا في الأعماق تضرب من الخارج ومن الداخل من الأحزاب السياسية من مجموعات إرهابية كل هؤلاء جميعا يعملون على نسق واحد لمحاولة زعزعة حكم الرئيس رجب طيب أردغان ولكن إبراهيم كرجل والذي يوضح لنا ويستجلي لنا الصورة دائما يتحدث هذه المرة عما هو أخطر من الجواسيس على تركيا أرجو أن تبقوا معنا حتى النهاية ولكن في البداية أرجو أن تسجلوا إعجابكم بالفيديو وأن تشتركوا بالقناة وتفاعلوا الجرس ليصلكم كل جديد يتابع إبراهيم كرجل اعتقلت السلطات التركية متين غرقان أحد مؤسسي حزب الدموقراطية والتقدم بتهمة التجسس السياسي والعسكري فهل يقتصر هذا الأمر فقط على بيع شخص نفسه ووطنه مقابل بضعة دولارات بالتأكيد لا إن ما يحدث يمثل توجها عاما خطيرا للغاية فهو نموذج صادم يحتم تدقيق تحركات ما هو أكبر من الأشخاص أي المؤسسات والكيانات والأحزاب السياسية وزعمائها يتساءل إبراهيم كرجل أي شخصيات أخرى يضمها حزب بابا جان وإذا كان زعيم الحزب علي بابا جان قادرا على اتخاذ رجل كهذا شخصية مؤسسة لحزبه فإنه ينبغي طرح التساؤلات حزب وأهداف الحزب نفسه العامة وفي الحقيقة ما كان هناك داع للكشف عن واقعة غرقان إذ إن مواقف بابا جان السياسية ولغته السياسية التحريضية المبنية على الأكاذيب والمهمة التي يسعى حزبه توليها تفتح الباب أمام التحقيق في غرض هذا الحزب يتابع إبراهيم كرجل ولعلنا صار لدينا المزيد من الشكوك القوية بشأن نوعية الشخصيات التي يضمها حزب بابا جان لما نراه من علاقة بينهم وبين الأوصاف الدولية التي تشن هجمات اقتصادية تكبد تركيا خسائر لا تقل عن خسائر الانقلابات السياسية وكذلك الشكوك التي تحوم حول علاقة الحزب بتنظيم جولان الإرهابي وسماته الحزبية غير الوطنية بالمرة وهويته المستندة إلى الوصاية التي لا تمنح الأولوية لمصالح تركيا أبدا يتابع كرجل رجال لا يساوون سوى بضعة دولارات إن المصالح والمهمة التي يحملها هذا الحزب السياسي خطيرة للغاية إذ إنه يضم رجالا رخيصين يبيعون أنفسهم مقابل حفنة من الدولارات بل إنه يجعل أمثال هؤلاء الرجال ركيزة يقوم عليها والسبب يتساءل كرجل ذلك أننا في تركيا نمر بمرحلة تشهد أخطر مراحل المعركة بين أبناء الوطن والمعتدين الخارجيين وهي معركة حياة أو موت لذلك فإنها تعتبر معركة سيرى فيها الجميع ما إذا كانت تركيا ستستطيع تأسيس كيانها لتقود نهضة كبرى أم ستستسلم للمصير الذي رسمته لها أمريكا وأوروبا يتابع قائلا نفاق وكذب لا أعرف بابا جان شخصيا لكن نشعر بالنفاق في كلامه فهو لا يقول الصدق أبدا بل يسهل عليه الكذب الذي أظن أنه نابع من رغبة في انتقام شخصي ربما يكون الغضب الشخصي أمر مفهوم فهو يعمي بصر الإنسان لدرجة معينة لكن ماذا إذا كان وراءه مخطط أكبر وماذا لو كان البعض هم الذين شحنوه بهذا الغضب يتابع كرجل استغلال الرجل الثري للفقراء أرى شخصيا ما هو أبعد من ذلك فهذا الكذب والوهم محبوك بحرافية عالية ثم قدم إليه كرسالة سياسية تخدمه هدف بعينه إننا أمام نية سيئة عندما نرى رجلا وصل لقمة الثراء يمارس عمله السياسي عن طريق استغلال طبقة الفقراء لذلك نجد هذا التعارض دائما موجودا في كل خطابات بابا جنء السياسية بلا استثناء عندما يبتسم النفاق ابتسامة خبيثة في ظل هذه الظروف يتابع كرجل وقاية غرقان هذا ما أصبحت الأحزاب السياسية تفعله ولنرجع لقضية التجسس إن مسألة متين غرقان ليست مسألة فردية بل إنها منتشرة وتتخطى حدود الأفراد بل إنها أصبحت تهدد الداخل ويتخطى أنشطتها وحدات الأمن والمخابرات فالأحزاب السياسية أصبحت تفعل ذلك ناهيكم أصلا عن الأفراد والتنظيمات فتحول الأمر إلى قضية أمن قومي إننا نرى ما هو أخطر ممن يخون وطنه فنرى من يهاجمون تركيا من الداخل صراحة إذ أسسوا جبهة احتلال علنية تجمع أحزابا سياسية وتنظيمات إرهابية وبعض منظمات المجتمع المدني والأسماء السياسية يتابع كراجول لقد نصفت الهويات السياسية التي تفرقهم وتم تسليحهم جميعا ضد تركيا من حكم عليهم بتبني توجه سياسي واحد من أصدر لهم تعليمات الإيقاف من الداخل يتساءل كراجول نرى أحزاب الشعب الجمهوري والديمقراطية والتقدم والجيد والمستقبل والسعادة كل هؤلاء يستخدمون العبارات ذاتها ويكررون الكلمات عينها فلا تجد فرقا بين أي منهم فمن يترى الذي رسم لهم ملامح هذه اللغة السياسية ووضع لهم هذه الخطة يتساءل كراجول الهجوم الداخلي تهديد أخطر من التجسس يمكن مكافحة التجسس الفردي فهذه مهمة وحدات المخابرات والأمن وغيرها من الوحدات ذات الصلة غير أن جبهة الهجوم الداخلي تعتبر مسألة أمن قومي أخطر من التجسس فهي ليست مسألة سياسية تتعلق بالسلطة أو الانتخابات أو الديمقراطية إنهم يخوضون تدخلا داخليا وهم مستترين بعبائة الديمقراطية والانتخابات وهو أمر ليس متعلقا بالأحزاب السياسية بل متعلق بتركيا بشكل مباشر لذلك ينبغي للجميع خوض هذا الكفاح بغض النظر عن هويته السياسية عملية الشعب الجمهوري بداية هذا الأمر إن من يتعرض للتهديد ليس الحكومة بل تركيا فهذه الأحزاب السياسية تدار من جانب كل الكيانات التي تحارب هذا الوطن مثل بيكاكي وغولن فكل آليات إدارتهم وقعت تحت الرهن فهؤلاء هم الذين يحرضون هذه التنظيمات للهجوم على تركيا ويجبرون هذه الأحزاب على الالتزام بهذه السياسات ولقد تعرض حزب الشعب الجمهوري لعملية استهداف من خلال زعيم كلتشدر أغلو فأقصي من محور تركيا لتسيطر عليه الكيانات الهامشية والآن فإنهم يحاولون الانتقام لبعض الأمور من تركيا في صورة شخصية كلتشدر أغلو يتابع كاراجول هجوم ضد العدالة والتنمية والحركة القومية لقد مثلوا مخططا انتقلوا جميعا إلى تلك الجبهة كما تعرض حزب الحركة القومية لعملية استهداف من خلال تنظيم جولن الإرهابي فشكلوا الحزب الجيد وفصلوا جناح الوصاية من الحركة القومية وأخرجوه من محور تركيا لينضم إلى الجبهة التي شكلت بالداخل وقد تعرض حزب العدالة والتنمية كذلك لعملية استهداف عندما انفصل عنه أصحاب الوصاية عندما رأوا الرئيس أردغان يرسي سفينته على ساحل استمرارية الدولة التركية الممتدة من عهد السلاجقة والعثمانيين إلى عهد الجمهورية وما بعد لقد انفصل كل من كان يريد الهيمنة والتبعية الغربية فهذا لم يكن قاصرا على ضغينة شخصية بل كان مخططا ولقد أسس المنفصلون حزب الديمقراطية والتقدم وحزب المستقبل لينضموا إلى الجبهة التي شكلت بالداخل يتابع كاراغول لذلك فالحرب في المجال الاقتصادي وعندما بدأ الرئيس أردغان وتحالف الجمهور عهد الصعود الجمهورية شنت أمريكا وأوروبا هجوما مشتركا في محاولة للضغط على تركيا من الجنوب والغرب وخنقها بالهجمات الاقتصادية هكذا كان هجوم 15 تموز وما حدث شمال سوريا والعراق وما حشدت من أجله القوات العسكرية في إيجا وتراقيا الغربية أما صعود تركيا بهذه الطريقة فممكن من خلال اكتساب الاستقلال السياسي وتأميم عقلية الدولة وهو ما تحقق بشكل كبير والآن نتخذ خطوات إصلاحية لتخلص البلاد من الاستغلال الاقتصادي وهذا ساحة الحرب الدائرة الآن يتابع كراجول لذلك أقاموا الجبهة بالداخل هذا هو الكفاح لقد أقاموا الجبهة الداخلية لقوض هذه الحرب الكبرى أقامتها أمريكا وأوروبا في خطة تهدف للإيقاف من الداخل والضغط من الخارج فكل الأحزاب المنضمة للجبهة اتخذت مواقف مناهضة للكفاح الوطني لتركيا التي استهدفوها في كل مجال تكافح فيه والآن تتعرض لهجمات اقتصادية بينما يهاجمونهم من الداخل بعدما لم يقفوا أبدا ضمن المحور الوطني لم يقفوا أبدا بجانب تركيا في أي مسألة وطنية بل إنهم شنوا داخليا هجمات أشرس من الهجمات الخارجية فهذه الحرب ما تزال مستمرة إن الكفاح يتلخص في أن تركيا إما سترتقي وتتحول لقوة دولية أو سيتم إيقافها لترجع لحظيرة الهيمنة الأمريكية والأوروبية ولو خسرت هذه المعركة ستخسر القرن الواحد والعشرين يتابع كرجل متين غرقان ثمت شيء أخطر يعتبر غرقان نموذجا مثير للتجسس الفردي ضمن هذه البؤر المتمركزة ضمن هيكل الدولة ودليل على مدى بيع هؤلاء الرجال بمقابل رخيص لكني أتحدث عن ما هو أخطر أتحدث عن أن قادة الأحزاب السياسية وأحزابهم وأمثالهم يفعلون ذلك بشكل أكثر منهجية ومؤسسية فنحن أمام ما هو أخطر من التجسس فهذا هجوم محتل داخلي لقد اختبرت هذه الأمة على مر التاريخ بمثل هذه الخيانات العظمى التي تمثل عاصفة الشر التي هدمت الإمبراطوريات والدول ومزقت الشعب حزب باباجان موضع شك إننا نختبر مجددا فأنا لا أتهم أي إنسان بريء داخل تركيا لكن يجب طرح التساؤلات حول مواقفهم فشخصية مثل متين غرقان أثار الشك حول حزبه إن قضيتنا ليست قاصرة على التجسس الفردي بل إننا أمام عاصفة شر خطيرة تحمل الكثير من الخيانة وجبهات الهجوم وهذا ما يمثل كفاحنا الوطني يتابع كرجل لن تتحول تركيا إلى ساحة لعب لهؤلاء الذين باعوا أنفسهم للشيطان حافظوا على قوتكم أيها الشعب التركي علينا إنقاذ هذا الوطن من أن يكون ساحة لعب لمن يبيعون أنفسهم بالرخيص كونوا أقوياء ولا تقلقوا من التدخلات النفسية فلا تترددوا أبدا إن هناك تشابها كبيرا بين الكفاح الذي خاضه من قاموا على الجبهات الكبرى من الحروب الصليبية للحرب العالمية الأولى وبينما يخوضه من يسعون اليوم لرفعة شأن تركيا إن من يقف بجانب تركيا يكون قويا فهذا ما كان وسيكون دائما متابعين الأعزاء أرجو أن تتركوا آراءكم وتعليقاتكم أسفل هذا الفيديو وإن كانت مادته قد أعجبتكم لا تنسوا أن تسجلوا إعجابكم وأن تشتركوا بالقناة وتفعلوا الجرس ليصلكم كل جديد دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا